أما هلأ فرح رح نحكي أكتر بالتفصيل عن هذا الموضوع هو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم هذا الإجراء بيحتاج للملايين من الناس بكل عام حملة التبرع بالدم ضمن اليوم العالمي أهميتها بالنسبة لصحتنا وسلامة غيرنا مين ممكن يتبرع بالدم؟ ما الحالات التي تمنع من ذلك؟ جواب مع ضيفنا بأستوديو صباحنا غير الدكتور بهجة عكروش اختصاصي بطب الحوادث والإسعاف يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم يسعد صباحك صباح بخير دكتور يوم الحملة العالمية 14 خزيران حملة التبرع بالدم أول شيخنا نحكي عن أهمية هاي الحملة بشكل عام الفائدة يلي بتعود يمكن عن المتبرع والمستفيد بنفس الوقت الاثنين في عندهم فائدة خينا نعرف من حضرتك أولا منقول كل عام أنتم بخير دائما منقول الخير لازم يكون يعم البلد ويعم الناس وحملة التبرع بالدم أو اليوم العالمي التبرع بالدم هو خير للجميع خير للمتبرع وخير للمتبرع له في بداية لازم نوضح نقطتين مهمين النقطة الأولى هي أنه التبرع بالدم قدش فيه حاجة ماسة المريض لما يحتاج الدم بيكون بمشفى لا سمح الله وحادث ويحتاج إلى دم فيجب أن يكون هذا الدم جاهز ولا يمكن أن يكون جاهز إلا إذا كان هناك متبرعين فإذن هناك حاجة ماسة يقال في إحدى الدراسات الأمريكية أنه كل ثانيتين فيه شخص يحتاج إلى متبرع بالدم كل ثانيتين فبالتالي نحن نعرف قديش حجم الناس اللي ممكن تكون بحاجة للدم اللي نحن ممكن نتبرعه النقطة الثانية لما يتعلق بالمتبرع المتبرع عندما يتبرع بدمه أيضا هو يساهم بشكل أو بآخر في خدمة مجتمعه، خدمة ناسه، خدمة أهله وهذه الفائدة حتى نفسها ممكن تعود لأحد أشخاص عائلته اللي ممكن يحتاجه بلحظة من اللحظات هذا نحن نحن نحكي على ناحية الاجتماعية السيكولوجية العادية لكن حتى على الصعيد الصحي المتبرع يستفيد استفادة عظمى في حال تبرعه من خلال تجديد نشاط الكريات الحمر تجديد نشاط الدم تبعه إضاء قتل أو إرسال أو إنهاء الخلايا الهريمة وبالتالي حسن النقي العظام على إنتاج كريات حمر جديدة وعلى دم جديد وممكن نحكي فيها بسياق الحلقة إن شاء الله نعم، دكتور خلينا نحكي عن شروط التبرع بالدم اليوم هل أي شخص هو قادر يتبرع بالدم من حيث إمكان الوزن، من حيث إمكان العمر، من حيث الحالة الصحية للشخص نعم، طبعاً كل الناس كل الأشخاص يستطيعون أن يتبرع بالدم ما عدا ما عدا الأشخاص اللي عمرهم تحت 18 طبعاً ما بشير يتبرعون اللي فوق الستين كمان نعتبره أنه خارج إطار التبرع الوزن تحت الخمسين نعتبره كمان خارج إطار التبرع ما لازم نخليه يتبرع اللي عنده أمراض عنده أمراض مناعية عنده أمراض التهابية بالكبد إلى آخرية هذا كمان ممنوع من أنه يتبرع يعني اللي معه أمراض مزنية مثل ما تفضلتي أمراض اللي فيها ممكن تنتقل مورساتها إلى الأشخاص الأخرى أيضاً بتكون هي ممنوعة ممنوعة هذا الشخص من أنه يتبرع في أشخاص البنية تبعها ضعيفة بنيتها ضعيفة يعني هي لا تستحمل أنه فكرة سحب الدم منه أو نقله كمان هذا على الغالب من أنه ممكن أنت ما تتبرع لكن بشكل عام الأشخاص الأصحى الطبيعيين اللي ضمن الحدود العمرية بين 18 وال60 ووزنه طبيعي وهو إنسان يجب أن يتبرع ليس أنه ممكن يتبرع متطوع أنا لو كنت من أصحاب القرار أنا ألزم لأن التبرع هي حالة صحية للشخص المتبرع وحالة ضرورة للمجتمع السوري وللمجتمع بشكل عام وللأهل وللناس ولكل المواطنين لأنه نحن لم نعرف بأي لحظة ممكن نحتاج الدم أكيد خاصة كمان بالنسبة دكتور لزمر الدم زمرة الدم النادر كثير أشخاص يمكن من شوف نداءات بشكل دائم لمن يمتلك الزمرة كذا مثلا يتوجه إلى المستشفى للتبرع بالدم فيا ريت تكون هي موجودة بدون هاي النداءات وتكون هاي الثقافة موجودة بحياتنا يوم موضوع كثير مهم هو التأكد من سلامة الدم يلي عم يتبرع في كل شخص كيف يتم التأكد خلوه يمكن من الأمراض يلي حكينا عنا الأمراض المزمنة وحتى الالتهابات كيف لا شك يعني الجهات المعنية في سوريا من ابتداء من بنك الدم بكل أقسامه بكل تواجداته على كل المستويات وتبعيته لكل المؤسسات الحكومية تقوم بكل إجراءات السلامة لكل من يتبرع بالدم يعني كل واحد بيروح ليتبرع بيشوف هاي الإجراءات موجودة العقامة دراسة الدم وهذا الأهم يعني لما يسحب من المريض دم حتى ليسير في عندك سحب كامل اللي هي الخمسمائة ميلي أو اللي هي أربعمية وخمسين ميلي كرام الفكرة أنه يتم دراسة هذا الدم يتابع من ناحية وجود امراض فيه هل هو ضعيف أو غير ضعيف هل هو إمكانية السحب منه أو لا يعني لا يمكن السحب من الشخص والتبرع بالدم من خلال هذا الشخص إلا بعد إجراء بعض الفحوصات التي يجريها بنك الدم من هون أنا بقول للمتبرع نفسه هي فرصة أنك أنت تشوف نفسك وتشوف زمرتك وتشوف فضعك وتشوف إذا في عندك أي إشكالية بالدم أو أي مشكلة وبالتالي كشف مبكر عن أي حالة لا سمح حاملة أنت فإذاً هو عبارة عن فحص إجرائي يقوم فيه بنك الدم مع عقامة المنطقة ودخول المكان اللي بنسحب منه أولاء من قسطرة إضافة إلى فحص الدم اللي موجود عند هذا الشخص فبالتالي نحن نلاقي ضمن هذه الإجراءات بشكل عام أنها فائدة شخصية فائدة صحية لأله من حيث دراسة وضعه إضافة إلى أنه عم يجدد نشاطه الخلوي نشاطه الدموي من خلال بعض الأمور هلأ فيما يتعلق بالزمر النادرة التي تفضلت فيها وكتير نقطة مهم جداً أن نحكي فيها يعني الأشخاص اللي بشكل خاص يتمتعوا بزمر نادرة جداً الأو سلبي بشكل خاص طبعاً الأو إيجابي متوفر أكثر ما يمكن عنا ببلدنا بنسبة عزمة الأو سلبي هو الأقل تواجداً والآ بي سلبي يعني الزمر النادرة أنا أناشد وأتمنى على كل الأشخاص الطبيعيين اللي بيحملوا هاي الزمر أنهم أبداً ما يتوانوا على أن يروحوا يتبرعوا حيات أشخاص ممكن تتوقف على هاي الزمر من عمليات وغيرها حالات حرجة تماماً لأنه حاجة الدم ما بنعرف أي لحظة بنحتاجها الشخص المصاب إنت بيحتاج هاي النقل ما بيعرف أو هاي الكمية من الدم اللي بيحتاجها نتيجة حادث نتيجة ردر نتيجة نزف إلى آخرين فمن هون منقول بالذات لهدول الأشخاص يعني اللي عندهم زمر نادرة وخاصة السلبية يعني الإيجابي موجود أكتر من السلبي الزمر السلبية وخاصة النادرة كمان أو سلبي أو الآبي سلبي أو الآخر أتمنى أنهم يكون عندهم هذا الحس الإنساني ونحن عندنا حس إنساني يعني مجتمعنا يتمتع بهذا الحس لكن هو بده تحفيز أحياناً فمنقله يعني هذا الكرم اللي ممكن أن تتقدم فيه للناس هذا كرم حقيقي أنت عم تعطي من دمك عم تنقذ مريض يمكن يكون بأمس الحاجة إلى نقطة الدم اللي أنت ممكن تعطيها فأبداً لا تتوانى في أنك تروح إضافة إلى أن الحالات الفائدة اللي ممكن أنت تحصل عليها من خلال هذا التبرع طبعاً أنا أقول التبرع ليس فقط لهذه الزمر والتبرع مطلوب لكل الزمر لكن أنا أؤكد على هذه الزمر لأنه يمكن بتكون فيها دائماً فيها نقص وفيها أعداد قليلة اللي ممكن فالحاجة ممكن بأي لحظة توصل لألنا فالفوائد اللي ممكن نحن نحصل عليها من خلال التبرع بالدم هي فوائد كبيرة جداً أولاً خلينا نفهم شغلة أنه الطحال دائماً يحتفز بحوالي 500 ميلي جرام اللي هن نفسه اللي نسحبه يعني بيسحبوهن من المريض ليش بيقولوا 450 لا 500 ميلي جرام هدو اللي بيسحبوهن من المريض دائماً الطحال بيحتفز بهاي الكمية بشكل احتياطي وهي مدة أربعة شهور أساساً هي كل أربعة شهور بجددة الطحال هاي الكمية بتكون جاهزة في حال المريض المريض لسبب أولي آخر فوجائي صار في عنده أي حاجة لهذا الدم فالطحال مباشرةً بيكب الدم وبيعطيه وبيعوض مباشرةً لذلك منقول نحن دائماً كل أربعة شهور لازم نجدد هاي الكتلة لأن هاي الأربعة شهور تنتهي فإذا سحبنا دم فهو رح يكبه مباشرةً لأنه نحن لما يصير في عندنا ببنك الدم سحب من المريض أو من الشخص وليس مريض من الشخص الطبيعي سحبنا له دم فهو رح يصير في نقص مباشرةً لتحال لا تعود الكميات الموجودة عنده الاحتياطية وبالتالي بيصير خلال 24 ساعة بجدد الكمية نفسها من خلال التبرع إذن التبرع هو عبارة عن تجديد للكريات الحمر وتجديد للخلايا ففائدة أساسية إذن هو عبارة عن تحريض نقي العظم على إنتاج كوريات الحمر وبالتالي التجديد الشيء الثاني اللي بدي أقوله دائماً كل أربعة شهور لأنه هي الدورة نوعاً ما تقريباً كل أربعة شهور بس ممكن إحنا أحياناً للضرورات أنه نتبرع قبل أربعة شهور لكن هي بشكل طبيعي بحدود الأربعة شهور إذا تبرعنا مرة في هذه الفترة خلال السنة مرتين أو ثلاثة نحن ما نكون كثير منتازين تجديد الخضاب لأنه أحياناً يصبح هناك تجمع كمية كبيرة من الحديد الحديد إلى إشكالات معينة بالجسم تراكمها بالأجهزة يعمل شيء فالتجديد هو عبارة تلاقيه عن ما يسرع بعملية إطلاف الحديد وصرفه خلال الأجهزة وبالتالي يأتي لدينا دم جديد ودم طازج هذا الدم الطازج ينشط الدورة الدموية ويحركها نفس الكلام هو لما نحن كبنا دم وجبنا دم جديد فصارت الدورة الدموية صارت أنشط وصارت كان تعود على الكسل نوعاً ما لأنه روتينية فجأة لقيت أنه نكب دم إجا دم جديد صار في عنا تنشيط للدورة الدموية يعني فوائد متعددة ممكن لأخذ الشخص المتبرع وحتى الشخص أكيد اللي هو بحاجة يعني حكينا اليوم هيك رؤوس أقلام عن التبرع بالدم وفوائده بنا نشكر وجودك معنا دكتور بهجات على كل المعلومات اللي قدمت لنا شكرا للكم شكرا للك مرة تانية يا دكتور نتمنى فعلاً هذه الثقافة تكون موجودة عند كل الناس نقدر نستفيد ونفيد الآخرين شكرا للكم إن شاء الله شكرا للكم اشتركوا في القناة